التعرف على بيئة البرنامج تتألف شاشة برنامج Microsoft Visual Studio 2008 من المكونات التالية أولا في الأعلى يقع شريط العنوان وبه اسم السليوشن الحالي تيست وان وسابقا كان يطلق عليه مجموعة المشاريع أما الآن فيطلق عليه اسم السليوشن وهو عبارة عن عدة مشاريع يمكن تخزينها في حل وحيد يكون باسم واحد مثلا تيست وان ثم اسم البرنامج Microsoft Visual Studio ثم أزرار التصغير لتصغير نافذة Visual Studio وزر الاستعادة والتكبير لتغيير حجم نافذة البرنامج وزر الإغلاق لإغلاق نافذة Visual Studio ثم تحت شريط العنوان يقع شريط القوائم وبه القوائم المختلفة في البرنامج ومنها قائمة File وبها العديد من الأوامر التي تمكنك من إنشاء مشروع جديد أو فتح مشروع أو إغلاق مشروع أو عمليات التخزين والخروج ثم قائمة تحرير لإجراء عمليات التحرير المختلفة ثم قائمة View وهي قائمة العرض التي تمكنك من عرض العناصر المختلفة نافذة الكود أو نافذة التصميم أو نافذة مستكشف الحل أو نافذة مستعرض الكائنات وغيرها من أشطة الأدوات ثم نافذة المشروع لتتمكن من إضافة العناصر المختلفة للمشروع ثم نافذة البناء لبناء المشروع أو إعادة بناءه أو عملية التنظيف للمشروع أو نشر المشروع أو السوليوشن ثم نافذة التصحيح أو الديباج ثم نافذة الداتا أو البيانات ونافذة أو قائمة Format التي تمكنك من تغيير التنسيقات المختلفة وعمليات المحاذة للعناصر وتغيير ترتيبها وغيره ثم نافذة الأدوات أو قائمة الأدوات التي تحتوي على أهم الأدوات والاختيارات الخاصة بالبرنامج ثم قائمة Test التي تمكنك من فحص المشروع خلال عملية التشغيل ثم قائمة Window أو النوافذ لعملية استعراض جميع النوافذ الموجودة في البرنامج وإعادة ترتيبها وتغيير شكل النوافذ هل هي عائمة أو ملتصقة وغيره ثم قائمة المساعدة أو Help للحصول على المساعدة حول أي أمر تريده باستخدام هذه الأوامر الموجودة هنا ثم تحت شريط القوائم تقع أشطط الأدوات المختلفة ومنها شريط الأدوات القياسي هنا ثم يظهر في الجانب الأيسر لاحظ هنا نافذة الأدوات Toolbox وبها جميع الأدوات مرتبة حسب فئات All Window Forms ولاحظ هنا تظهر كل نماذج النوافذ وكذلك العناصر أو عناصر التحكم العامة والContainers أي تظهر بها جميع الأدوات التي يمكنك استخدامها ضمن البرنامج وفي الجهة الوسطى يمكنك الوصول إلى النماذج المختلفة سواء في طور التصميم أو كذلك الكود أو الStart Page إن أردت ذلك يمكن الذهاب النقر على أي تبويب تريده وفي الجهة اليمنى يمكن إظهار Solution Explorer أو أي نافذة تريدها من قائمة عرض لاحظ هنا مستكشف الحل وبه اسم Solution ويمكن أن يكون Solution الواحد مؤلف من أكثر من مشروع والعديد من النماذج ثم تظهر في الأسفل البرابرتيز أو نافذة البرابرتيز يمكن اختيار أي عنصر لمعرفة جميع خصائصه وتغييرها ثم يظهر في الأسفل شريط الحالة الذي يمكنك من عرض معلومات معينة عن العناصر أو الكائنات خلال عملية التصميم أو التنفيذ وسنتعرف على المزيد في دروس تالية